الزمالك بيسدد 54 مليون جنيه من ديونه اللجنة المالية اللي بتشرف على الأمور المالية دلوقتي في نادي الزمالك سددت 54 مليون جنيه من ديون نادي الزمالك أول كانت مستحقة على نادي الزمالك 40 مليون جنيه من ناها لمصلحة الضرائب 10 مليون جنيه لهيئة التأمنات الاجتماعية 2 مليون و 100 ألف للأساس ممدوح حباس غير 100 ألف دولار مستحقات كانت للأساس ممدوح حباس هو تنازل عن 550 ألف جنيه كانت قيمة الفوائد على الدين اللي هو كان عايزه أو كان المفروض يسترده من نادي الزمالك هو تنازل عن الفوائد وأخذ أصل المبلغ